عبد الرحمن سليم خبرة لأكثر من 14 عاماً بمجال التسويق والإدارة الرئيس التنفيذي لشركة درونيك مؤسس شركة أينفند ماجستير في التسويق من جامعة بروكلين محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يا أهلاً وسهلاً أهلاً بيكي وأهلاً بيكي كلكم طبعاً إحنا مبسطين إنك معينا النهاردة والحقيقة إنه إحنا بنعمل أصلاً البرنامج ما كناش مفكرين يعني إنه هتيجي حلقة نقول إنه في مهنة كده أو وظيفة اسمها السوشيال ميديا عشان كده إحنا اسمنا شوغل عالي برضاً مش كده أو مش كده أستاذ عبد الرحمن سليم إنت بشكل شخصي والمؤسسة التي تمثلها عملت حالة مختلفة جداً في عالم السوشيال ميديا يمكن إحنا مفتقدينها اسمها المصداقية غالباً المصداقية والصمعة الحلوة والأداء الحلوة في السوق جديد وكله تحديات أكيد ليها حكاية من إمتى إنت بدأت تمتهن عالم التسويق الإلكتروني؟ خالي نبدأ البداية بتاعتك تعملت زي سؤال حلو جداً أنا بدأت 2009 بدأت في حتة الأوفلاين مارتنج عامة الموضوع بيبدأ معنا في مجال المارتنج والميديا عامة وبعد كده بدأت عادي جداً إفنس ماناجبنت، استراتيجي، براندينج، بلانينج عندي الكور، آآ، فاليز والتكنيكال في الجزء ده وبعد كده 2011 بدأت بقى الموضوع إيه؟ ده سوشيال ميديا، في بز على سوشيال ميديا بس مش عارفين القصة دي رغم الناس بره في أوبرسيز يعني بدأوا في الاندستري دي من سنين طويل من هنا بدأت في 2012 أتخصص أكتر وأكتر وأشتغل من نهاية 2011 بداية 2012 في الاندستري بدأت معنا ساعتها مسمى صناعة الإي ماركتنج كان هو التسويق الإلكتروني ده كان الاسم ساعتها المنتشر وكان الموضوع ساعتها كان جيناريك شوي ده كان بداية الاندستري فأنا أخذناها من حتة كل اللاندسكيب كاديشتن مارتنج ما كانش في التخصصات اللي إحنا بدأنا نتخصص فيها من 2014 و 2015 إلى يومينا هذا طبعاً هنتكلم عليه لكن الموضوع اللي عايز أقوله من الانترو دي إن الموضوع مش بعيد عن مجال المارتنج المعظم الناس اللي بتبدأ بالظبط هي بتبدأ للأسف ما عندهش باكجراوند دي فبتتعب في المجال بتاعنا شوي كده لا بتتعب وبتتعب اللي يتعب مش عايز أقول كي لا حقيقة خاصة بعد الكوفيد أكتر الناس بقى عندها إمبريشنز ده في حاجة سهلة اسمها سوشيال ميديا إن أنا أقدر أعمل أونلاين بزنس من مكان اللي أنا فيه آه ده تقدر طبعا بس بيز اون ساينس مش بيز دي أنا عايز حد اسم بتاع سوشيال ميديا أو كونتنت أو وطيفر يعني الحاجة اللي احنا نسمعها بالظبط يعني هو ببساطة التطور بتاع مهنة التسويق بحي المعروفة والمتعارف عليها ومواش اختراع جديد صح لكن شكله مختلف أنا ممكن أكد على كلامك بالكلمة واحدة بس إن احنا عندنا ماجر مورتنج حاجة اسمها مورتنج كومينيكيشنز يعني أي بيزنس في الدنيا هو توقف وي كومينيكيشنز زي احنا والأوديينس اللي معنا النهاردة أو بيتفرج علينا على الحلقة النهاردة فأنا عايز أوصلك فبوصلك يا إما سرول أوفلاين كومينيكيشنز زي التيفي والبيلبورد آدز والماجازينز والحاجات اللي احنا طول عمرنا متعودين عليها أو تلعب بقى صناعة ساعتها جديدة اسمها صناعة البيجيت الميديا تبقى هو ده الريبولوشنز للكومينيكيشن هموصل أسرع وبطريقة دقيقة أكتر للأوديينس اللي عايزة وصال ده بخصر شديد جدا يعني عندي سؤال مركب شبا حلو يا خيال الأول ليه الناس محبطة من الشركات مقدمي خدمات السوشيال ميديا ودي لو سألنا أي حد صاحب عمل هيقول لك اه اتعاملت مع عشر شركات بطريقة كده يحسسك أن الموضوع بفيش فائل صح والسؤال التاني هو الناس محبطة بس ولا كمان اللي بيقدم الخدمة هو كمان لسه متلخبط ده سؤال حلو للدهاب ده بيه بصراحة هو كلنا محبطين فعلا محبطين من بعض كمان جدا بحقيقة طيب ليه يعني مش مغرب نقول كلمة ومش عارفين وراها ايه كتكنيكا يعني لأن المجال لما بدأ في مصر ينتشر مش بيزد على كيبي ايز ومتريكس كلنا بتحسب عليها أو بشكل أبسط منهجية واضحة لكل المؤسسات سواء اللي بتشتغل في قطاع التدريب أو بتشتغل في قطاع تقديم السلوشنز في مجال الديجيتل بزاق فالبيقدم السيرفز دي انا عايزة بس هترجم معلش تقديم الحلول في مجال الديجيتل يعني الشركة اللي بتقدم لك خدمة بالزبط إدارة الصفحة بتاعتك بالزبط بالقونتن بالديزاين بالإعلانات وهيكذا فابتدأ يحصل كونفلكت في ايه ان انا وانا بقدم لك القصة دي برضو معظم الناس مش عندها حيائية وخدة من فوق انا نزلت بوست على سوشيال ميديا عمل شير وإنجيجمنت وبقيت انفلونسرز وخلاص انا جامل جدا بقى في حاجة زي دي فبعلي سقف توقعات الناس اللي بتخش الاندستري مش بازد على ساينس الناحية الثانية هو برضو سوشيال ميديا انت هتعمل لإعلان بمئة جنيه هتوصلني لمبيعات سيز مليون جنيه مثلا وده مستحيل مش هيحصل ويبدأ هو يشتكي لأ أنا مخدش اللي نعايزه أنا بخسر أنا متدايق أنا مش حاسس شغلك وليه بدأ نخلش بقى حسيس وهو الشركة الناحية الثانية برضو مش عارفة يوصله احنا مفروض نتعامل مع بعض ازاي فممكن نطلع بحاجة كمان تكمل السؤال ده اللي أنا بتمنى بقى في حاجة زي دي أو شاف حل ده في حل بسيط جد نحنا لو اهتمينا بالاندستري دي زي الناس بره في الجالف مش أقول يوروب أو يوس اي لا في الجالف الناس اختلفت تماما تبقى فيه نقابات ووزارات للمجال بتاعنا يا تتسمى ايه تتسمى ازاي ليه حاجتين البيزيكس إنه هي النقابة صناعة التسويق الرقمي ده بخسرش دي جدا عشان الاقتصاد الرقمي يعنينا عليه شكرا كله ديجيطاليز تمام فلما يكون فيه نقابة أو فيه هيئة ليها روز كلنا كشركات تدريب أو بنقدم الخدمات دي طبعا كل الشركة ليه منهجية مختلفة لكن على القال فيه ضوابط فيه ايفكس بنتحرك عليها فيه طريقة معينة فيه طريقة شغل معين فأنا والكلينت عارفين هنوصل لبعض الايه والشباب اللي هتخش في الاندستري تبقى عارفة برضو التخصصات بشكل منهجي فالانفيرومنت كلها هتخالي الاقتصاد يبقى أقوى هتخاليك شركة مبسوط وبكبر وانت ككلينت أرباحك بتزيد مبسوط ده باختصار نرجع بقى الخطوة اللي احنا عايزين نشرحها قوي للناس يالا بي ايه التخصصات هو السوشيال ميديا فيها تخصصات اول حاجة ان احنا عندنا امبريلا من فوق بشكل بسيط اسمها صناعة تحتها مجموعة اقسام مختلفة اول قسم هو قسم اسمه الديجيتال اناليست او الانالاتيكس ان انا بناء على الارقام بتحرك في اي تخصص بقى بعد كده او اي انكان زي كده في مجال التسويق البحث التسويقي او الماركت ريسيرش نفس الفكرة موجودة في مجال الانالاتيكس ده تحتيه بقى سوشيال ميديا اناليست وديجيتال انالاتيكس كويب سايت بمواقع وهكذا وغير التطبيقات طبعا فيه ااب انالاتيكس دي مرحلة الاولى تحليل البيانات بالزبط كده البيانات بتاعت استهلاك الناس ولا المنتج من اول الريسيرش بتاع الصناعة والماركت واكلم ايه واحتياجات الناس ايه وبيقولوا ايه على سوشيال ميديا ومشاكلهم ايه وحلولهم ايه واسهل عليهم الجيرني عندي ازاي على الموقع بتاعي على سوشيال ميديا ريكمنديشنز لشكل المحتوى بقى عامل ازاي يعني بيسهل على كل اداراتنا هنتكلم عليها شغلهم بشكل قوي جدا فدي اول ادارة ومعاصلنا لأسف بيخفلها طبعا وبيخش على طول على الاعلانات او صناعة المحتوى او الهاجات المحتوى بالزبط كده طيب انا خلاص خلصت الانالاتيكس اعمل ايه في المجال اتحرك ازاي خلاص احنا بنبدأ نعمل بقى براندينج على سوشيال ميديا صح فبنعمل صفحة صح بنعمل ووب سايت فنبدأ بقى نزبط شكل البيتش من حيث الستراتيجي والبلاني هنزل كامبوست في الشهر هشتغل فيسبوك على الانستجرام ولا تويتر ولا سناب شات بحدد المنصة المناسبة اللي فيها بناء على الارقام الاودينس اللينا عايزة وصل لهم طب يلا نزل المحتوى الساعة كامية يعني برنامج زي ده قوي جد ينزل الساعة كامية من جمعة احسن حاجة ولا السبت ينزل تمانية بالليل ولا ينزل بعد الصرة ولا احسن وسط الاسبوع فبيزدع على الارقام احنا من نتحرك خلاص خلصنا الجزء بقى الجميل ده نبدأ بقى نخش بعد كده على الجزء الايه الـ content نبدأ بقى نخش على content marketing عمات نخلاص فهمنا الـ brief انت الـ objective بتاعك ايه كبيرانت عايزة الناس تعرفنا اكتر ولا عايزة الناس تعرف خدماتنا اكتر ولا شركة قديمة ولا عايزة الناس تشتري مني مثلا بالضبط ولا عايزة بيع ولا عايزة ايه ونبدأ بقى نطلع الافكار ونكتب المحتوى فده بقى صناعة المحتوى بكل تخصصاته اللي تحتيها يعني كمان صناعة المحتوى دي تحتية خصصات كانها قسم وجوات خصصات حد بيكتب محتوى بيعالي التفاعل فده اسمه content creation في حد بيكتب اعلانات بس فده اسمه copywriter بيكتب campaigns والاعلانات في حد copy editor حد بقى غلص ويركز في التفاصيل فيشوف الاخطاء اللي موجودة عاملة ايه وفي حد copywrites الحقوق الملكية نوع فظالي عشان ما حدش ياخد الشغل بتاعي ده ببساطة يعني شديدة جدا ببساطة ايه ده انت او اكبرتها جدا لأ ملاحظة غالي كمان دي قتل فانا خلص خلصت انا لاتيكس زبطت المحتوى ناقص ايه بقى يالا بقى نعمل campaigns نعمل اعلانات paid مدفوعة نخش بقى على الميديا باينج مع اختلاف كل المنصات اللي انا ممكن اشتغل عليها في النص في حاجة ربعة اسمها SEO ان انا ممكن بدل ما اعمل اعلانات وعندي الويبسات بتاعي فعايز ان هو يظهر في نتائج البحث الاولى فدي برضو تخصص ربع بنشتغل عليه الجديد ان احنا معظم الاندسترس في العالم سواء بشكل جلوبل او بشكل لوكل بيتراحى بعد الCOVID للابليكيشنز عمت فبقى في حاجة شبه الـ SEO اسمها ASO ان انا ازاي برضو التطبيق بتاعي يطلع في نتائج البحث الاولى في الـ App Store او جوجل بلاي ده كده ببساطة جديدة طيب هنا بقى critical point حد بتفرج علينا دلوقتي وبيبدأ فيقولك يان هرب يد ايه كل التخصصات دي انا خفت انا ليه تعمل ايه اتحرك ازاي او اختار ايه كمان او اختار ايه حلو فهقسمها اختار ايه اللي هو النصيحة الصح جدا وبعد كده برضو نتكلم بشكل عملي برضو الواقع بيقول ايه عشان اللي هو احتاجات السوق بالزبط كده فالصح ايه ان انت في البداية خالص في حاجات حتى بره اللي احنا بنعملها في حاجات free online حاجات كتير جدا ممكن يبتدي يشوف short courses من كل channels هو عايز يسمع عنها اكتر وبتفرق بقى في الحاجات الشخصية انا نواصل طبعا مع اختلاف قوة دينا مثلا بس ممكن دينا تحب اكتر الـ content والميديا والـ ideation اللي هو مش بيدي عنها هو اصلا هي القور بتاعها والـ strategy والحاجات دي فلازم يبقى فيه integration ما بين soft skills اللي عندك كشخص وانت بتحب ايه عشان تنجح في الحاجة بتاعتك تده كده من فوق بشكل بسيط ده بشكل جنير لكن هسمع لكن عشان هايز اسألك على حاجات لكن هيقول لك ابدأ ازاي انا ممكن بدل موسع الموضوع ممكن اخد اتنين قرابين من بعض فممكن اخد الـ SEO بتاع المواقع واخد اعلانات جوجل ads مثلا فهم مش بعيد عن بعض ممكن اخد الانالاتيكس والـ planning والـ strategy ممكن اخد الـ content وحتى ليه علاقة بالـ editing وحتى creative وتحرك في حاجة زي دي قيس على كده بقى الايه التخصصات المختلفة لو انا في مؤسسة صغيرة حلو اك ينفع مثلا الشركة الـ medium size الحجم المتوسط من الاعمال يقول ان انا يبقى عندي تخصص واحد على الاقل بس يبقى المتخصص ده شاطر يعني حلو جدا وده يكفي انه يحرك العملية التسويقية بتاعتي الالكترونيا بشكل كويس لا بس ليه حل يعني صعبة بس ممكن يخلي الشخص في الـ small business ممكن مثلا يبدأ بالحاجة اللي تجيب له income او عايز يكسب برضو في الاخر وهو لسه small business فممكن يبدأ معاه بالـ content والـ media buying ويستعين بـ consultant اي ان حاجة بسيطة خالص يعمل مثلا بلاننج يزبط له حاجة في الـ designs في الفيديوز الحاجة اللي هي صعبة انه هو لكن لازم يبقى فاهم انت خصصها بالزبط كده وبعدين تدرس صح تنصحنا بانو نغير الاسلوب ده ندرس وبعدين نشتغل ففي في الجامعات دلوقتي التخصص ده بقى ليه اسم بقى موجود ومتاح ولا هو جوه الماركتنج مازال عشان نكون صرحه لسه فمعظم الجامعات الكبيرة هو بيعملك full program اسمه مثلا marketing diploma ناسا وفيه جزء اسمه digital يعني بيديكي كده برضو ايه quick tips لكل قسم الموجود انا ليه بسأل لان انا بقول انه دي حاجة مطلوبة جدا بس ليه حل بقى عارفة مين حلال جوجل عامل حاجة اسمها grow digital فدي منصة تعليمية for free بيديكي تخصص معين لمدة اربع شهور وشهادة توازي شهادة الجامعات اللي هي بالا اربع سنين الله المعتمدة في كل دول عالم اللي وره بالشكل ده وليه اللي جاي وfree ايه المشكلة انا اقدم في حاجة زي دي وابدأ اتعلم ده بس اديله النصيحة صغيرة او اديلها النصيحة صغيرة قبل ما تخش في الحاجات دي لازم عندك basics of marketing يعني ايه branding يعني ايه brand management basics ايه بفاهم يعني ايه customers فلازم يتعلم marketing الاول وبعد كده يبدأ بقى ياخد الحاجات اللي هي شبه grow up او اي اي ان كان ولو عايز تخصص طبعا فيه جهات زي i-infind دي موجودة بتدي تدي تخصصات professional لكل تخصص موجود يعني اللي عي مدى السوشيال ميديا تفرق في مصير بيها او من غيرها هل الوضع نفس الوضع سوشيال ميديا في كلمتين can make or break your brand ممكن تدمرك او تخليف حتى نخلص ده في اصل طريق فيه جملة الناس بتقولها على سبيل الفخر وانا عايزك تسلح حالنا يعني انه يقولك انا احنا ملناش في السوشيال ميديا والحاجات دي الشركات القديمة والكبيرة واللي بالمناسبة كبيرة بتشتغل في حجم اعمال كبير يقولك احنا ملناش في السوشيال ميديا والحاجات دي فيه نبرة من التعالي كده على السوشيال ميديا واستخدامها في التواصل لأجل العمل فصحح لنا دي او قلنا او تقريف كاسي ستادي في نص دقيقة يلا او لك اسهل ابل مثلا صح ابل طول عمرها ما بتشتغلسه خالص على سوشيال ميديا ولا بتعترف به حلو طيب تعالي كده بصي على ابل من سنتين ثلاثة فاتو يبدأ بتويتر مثلا يبدأ بحاجات ملع عشان عارف اهمية الاندستر دي مهما كنت انت قوي وعندك وورد في ماوس كويسة جدا مئة الف مئة مليون واحد اربع سنين بقوا خمسين لان انت مش قدامي بزاك وبالطريقة المصرية الجميلة اللي بعيدة عن العين بعيدة عن القلب انا مش فاكرك فغصبا عنك عشان تكوب وتوسع الماركت شير لازم تكون موجودة على كل دا قولا واحد عايزة اسألك عن رؤيتك للصناعة ودورها في الاقتصاد في مصر تحديدا يعني انت على مدار سنوات الخبرة دربت شباب كتير هل من حقنا نتفائل ونقول ان في مهارات حلوة قوي قوي وان احنا فعلا نعرف نعمل دا ونخدم مؤسسات احيانا عندنا غيرة كده على المؤسسات الحكومية وطريقة تواصلها على التواصل الابتماعي على الشركات احنا فين في مقياس من واحد لعشر احنا بهذا النظر عن المعوقات اللي قابلها بس لا كوادر موجودة اللي احنا اقوية جدا دا فعلا وفيه شباب كتير جدا تكنيكا الممتزين بس مشوا غدين فرصة كويس فزي ما في يوروب ايرلندا مشهورا هي capital of digital marketing في العالم مصر تقدر تبقى capital of digital في افريقا بالمناسبة عايما فان دي يعني ايه عايما فان دي عمدش عارفه انتمين ليه ليه عفاق ده شؤال برضي دي واجد نظر برضي دليل اكيد marketing perception احنا اسمينا الاساسي integrated marketing foundation طيب ليه integration عشان كانت ساعتها لما بدأنا من 8 سنين كان فيه ماكسما بين الوفلان marketing والdigital سواء كي ايجنسي او اكاديمي طيب بعد كده احنا عايزين نحجز بقى كل ايه digital media channels يعني www.integrated marketing foundation على سبيل المسال لما عملنا research لقينا ان انا مقدرش اكتب على تويتر ويتيوب الاسم الطويل ده هوم الازمون الاس طويل جدا فلازم بقى فيه اختصار فمن هنا بالتوز بقى اللي معنا لان للأسف الاختصار الوحيد هو IMFND فعشان نعالج ده بنا بقى نزند بقى في اي حتة IMFND IMFND حتى العيد لك شكرا لكم سيد عبد الرحمن انك حقيقي من الناس اللي بتعمل شغلها بقدر كبير من الامانة والاخلاص والرغبة فعلا في مساعدة الناس وبتعمل شغل عيش شكرا لك وشكرا لكم طبعا شرفت بكم شكرا 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 ولانا السوشال ميديا هي واحدة من الوظائف الجديدة على بعض الناس لكنها مهمة ومؤثرة جدا في قطاعات كتير كنا النهاردة عايزين بس نشوف ونشجع كل الشاطرين والمتميزين في مهنة السوشال ميديا شوفكم على كل خير